تكشف السوداني عن جهات تريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار وكذلك التمية ماذا تقرأ أولا من هذا التصريح غير المسبوق؟ بدأ التحية طيبة لك ولكل متابعك الكرام طبعا سيد محمد السوداني إلى هذه اللحظة كان وما زال يمتلك النزع الإصلاحية وعطى وجعل العرب على السكة في الوقت المناسب وهذا ما أعطى بصيص أمل للمواطن العراقي بأن شخصية السوداني يصبح رئيس وزراء يقدم ما يتمناه المواطن العراقي واليوم المواطن لا يتمنى أن يصبح رئيسا أو وزيرا أو سفيرا وإنما أن تكون لديه خدمات إسوة بكل مواطنين الدول الفقيرة وليس الغنية لكن ما حصل طيلة السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى هذه اللحظة عانى ما عانى من انهيارات أمنية وانحكاسات وانتكاسات هنا وهناك ثم أصبح المواطن لا يثق لا في العملية السياسية ولا في الرئاسات ولا في الحكومات ولا في كل البرلمات مما جعله هناك تخوف حقيقي أنا أعتقد من جاء بالسيد السوداني لا يرغبون بنجاحه ليحقق إنجازات انت شوكت تعرف المسؤول قد نجح حينما يقدم منجز يعني بقدر المنجز يقاس أساسه ليس بقدر الشعار الشعارات قد شبعنا منها طيلة السنوات والفترات الماضية مما يجعل نفس الفترات والحكومات السابقة يعني من أتى بالكاظمي انقلبوا عليه ومن أتى بالعبادين انقلبوا عليه ومن أتى بالمالكي وكذلك الجعفري أنا أظن أظن كل الطبقات السياسية الشيعية والسنية والكردية لا ترغب ولا تطمح أن تجعل أو تجد شخصا أن يصبح زعيما أو رئيسا يقدم منجز إلى الناس حتى لا يمتلك القوة عليه كل ما يصبح بحاج له